أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا وعرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما ينفعنا في حياتنا وفي آخرتنا ثم بيّن عليه الصلاة والسلام أن أفضل الأعمال التي يمكن أن يقوم الإنسان بها الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة خير موضوع ويقول عليه الصلاة والسلام اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة وأنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن من جملة هذه الصلوات التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة النوافل والتي منها صلاة الضحى يقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين قول الحق سبحانه وتعالى في حديث قدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضت عليه ثم يقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها من هذه الصلوات المسنونة صلاة الضحى صلاة الضحى هذه أحد وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبو الدرداء وفي نفس الوقت هي وصية للأمة أن يحافظ عليها يقول سيدنا أبو الدرداء أوصاني خليلي النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأوصاني بأن أوتر قبل أن أنام وأوصاني بصلاة الضحى هذه الصلاة هي من الأشياء التي تحقق للإنسان فضلا وثوابا ومنزلة عالية فإن الشرع الشريف يطلب من كل إنسان في صبيحة كل يوم أن يتصدق عن كل عضو من أعضائه أو كل مفصل من مفاصله أن يتصدق عنه بصدقة أيا كانت وهذا على وجه الاستحباب فيقول عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلاما من أحدكم صدقة ثم يعدد النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة التي يمكن للإنسان أن يقوم بها فإن الصدقة ليست مالا فقط بل قد تكون عن طريق التسبيح عن طريق الذكر فيقول عليه الصلاة والسلام يصبح على كل سلاما من أحدكم صدقة فالأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة والتسبيح صدقة ثم يقول عليه الصلاة والسلام ويجزئ عن كل ذلك يقوم مقام كل هذه الصدقات ركعتان يركعهما الإنسان من الضحى صلاة الضحى هذه تقوم مقام التصدق عن كل أعضاء الإنسان مجرد أن يقوم الإنسان بصلاة ركعتين في الصباح فإن هذه الصلاة تقوم مقام التصدق بالكثير والكثير صلاة الضحى هذه هي صلاة تؤدى بعد شروق الشمس من بعد شروق الشمس بحوالي عشرين دقيقة إلى ما قبل أذان الظخر بحوالي خمس دقائق أو عشر دقائق وهذه الصلاة صلاة مسنونة ليست واجبة وإنما هي مستحبة إذا فعلها الإنسان أثيب عليها وأخذ ثوابا وأجرا وإذا تركها لا وزر عليه غير أنه فوت على نفسه الثواب الكبير فهي أحد الوصايا التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة أقلها ركعتان يمكن للإنسان أن يصليها ركعتين وفقط ويمكن أن يزيد على ذلك حتى يصل إلى ثمان ركعات السيدة أم هانئ تقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعت دخل عليها الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد شروق الشمس فصلى ثمان ركعت تقول فما صلى صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود فيا أيها المشاهد الكريم احرص على صلاة الضحى فهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي من جملة النوافل والسنن التي يثيب الله عز وجل عليها ثوابا كبيرا نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحافظين على الطاعات ومن المحافظين على أداء الصلوات إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته